بتكليف من رئيس الوزراء قام اتحاد الغرف التجارية وغرف الصناعات الغذائية في اتحاد الصناع بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية ليه؟ عشان يعملوا حصر لرصيد الخامات ومستلزمات الانتاج بالمصانع دي كده الاولوية خامات ومستلزمات انتاج بالمصانع عشان اصنع فابدأ اغاطي السوق محلي والله يقدر تحقق فوائد قبل للتصدير ميت فل يبقى كده اولوية اتنين السلع الاساسية اللي انا مضطر استورده لتحديد الاولويات بقى بتاعت الافراج من المواني بكده نحاول نضمن طوف الرصيد كامل يكفي شهرين على الاقل للمصانع مش للأكل والشرب أكلك وشربك بإذن الله مضمون ست سبعة شهر بإذن الله ده على اقل تقدير احنا هنا بنتكلم على مستلزمات الانتاج بتاعت المصانع على الاقل شهرين بحيث انه على الاقل دي المصانع مش بتشتغل باللي هو ايه بالنذر القليل لا هتشتغل بكامل طاقتها فيحصل زيادة من المعروض يحقق الوفرة فان وجدت الوفرة معناها ايه ايه بص وان او وان اقتصاد مبادئ علم الاقتصاد عرض وطلب صح؟ طيب لو المعروض كتير ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يتوازن مع الطلب في السعر يستقر ويهدى طيب لو المعروض قليل والطلب كتير ايه اللي يحصل؟ معروض قليل طلب كتير هتلاقى الاسعار عالية طيب لو المعروض كتير والطلب قليل هتلاقى الاسعار انا عمالة بتقع لتاحد طيب الهدف بتاعنا القصير دلوقتي ان احنا نخلق حالة استقرار سعري يعني احقق وفرة تتوازن عرض يتوازن مع الطلب ويتوازن معاه فيحصل توازي وتوازن شويتين ونبدأ نحقق يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى وفرة كافية تغطي المطلوب وبعدين نشوف بقى هنشتغل ازاي على موضوع التصدير طيب اللي بيحصل ده عايزين ويبقى متكامل مع حاجة اسمها الرصيد الاستراتيجي للدولة اللي هو زي ما كنت بقولكو تقريبا ست شهور للسلع الاساسية والتموينية طيب مين اللي قال الكلام ده يوسف؟ يعني ده كلام من عندك؟ لا والله ده الكلام بتاع الامين العام للتحاد الغرف التجارية دكتور علاء عز هو بذات نفسه زي ما قولك كده بعضمة لسان هو اللسان فوش عضمة أصلا شوف احنا جبناها منين دي؟ أكد توالي الإفراج عن السلع من مختلف المواني اللي في أمم الجمهور ايه؟ وشهد رئيس الوزراء خروج البضايع من مينة اسكندرية على سبيل المثال لسه يوم السبت أول انبالح وقال ما نصه دي صورة متكررة لللي بيحصل في كل المواني المصرية خرجت في نفس اليوم شحنات رز وفول وقمح ودرة وصوية وأعلاف ده كان من مينة ضميات على سبيل المثال وزيوت من مواني الأدبية والسخنة وخمات ومستلزمات انتاج من كافة المواني المصرية الامين العام للاتحاد بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة ده تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخمات تجاوزت في الأسبوع الأخير من ديسمبر اللي لسه بقاله يومين ده مليار وربع تضمنت 195 مليون أغزية 89 مليون أعلاف 35 مليون أدوية 16 مليون مستلزمات طبية 686 مليون برضو مستلزمات انتاج لمختلف الصناعات بتتضمن بقى صناعات غزائية ودوائية بالإضافة 216 مليون بضايع متنوعة فيتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر كله اللي أنا قلته لك ده كان أول أخر أسبوع ديسمبر كله تم الإفراج عن بضائع ومستلزمات انتاج قيمتها تقريبا 6 مليار دولار